في أواخر عام 1980 انتشرت هجمات كلاب البيتبول وغيرها من السلالات الشبيهة بشكل مخيف مما تسبب في حظر بعضها على نطاق واسع وفي العام 1991 حظر برلمان المملكة المتحدة بعض أنواع الكلاب مثل توسا إينو ودوغو أرجنتينو وفيلا برازيليو وغيرها من فصائل الكلاب التي اعتبر امتلاكها غير قانوني وبعدها بفترة وجيزة صارت بعض البلدان على نهج المملكة المتحدة نظرا للمخاطر الناتجة عن امتلاكها وتربيتها إذ يكون من المستحيل تقريبا لهوة تربية الكلاب في المنازل الحصول على تأمين كاف إذا كانوا يمتلكون واحدا من أنواع هذه السلالات لذا أعد لكم فريق قناة المجلة قائمة بأخطر عشر سلالات محظورة حول العالم البلدغ الأمريكي محظور في عدد من البلدان في مقدمتهم الدينمارك وسنغافورة معروف ببنيته القوية وأنيابه الوحشية التي كانت سببا في أن يستخدمه الأمريكيون في مزارعهم لاستياد الخنازير البرية وحراسة ممتلكاتهم يمتلك قدرة عالية على تحمل الألم وهو ما يجعله يقاتل حتى نهاية إذا تمت محاصرته فلا يستسلم بسهولة باندغ كان يطلق عليه في العصور الوسطى الكلب المقيد نظل لضروته وقد استخدموه لحراسة الممتلكات حيث إنه مشهور بقوته ويوحي مظهره بعنفه وشراسته نابولي تأتي هذه الفصيلة من إيطاليا وكانت تستخدم ككلاب مصارعة يبدو مظهرها مميزاً إذ يبدو جلدها فطفاضاً ولديها طبقات من الألغاد وهذه السلالة غير قانونية في سنغافورة ومحظورة بشكل كبير في رومانيا الكلب الذئب والفضغ سلالة تشبه الذئاب إلى حد كبير وتجمع تركيبته الجينية صفات من الكلاب والذئاب وهو ما يجعل من الصعب التنبؤ أو توقع ردود فاله له العديد من الهجمات على البشر والأكثر شيوعاً منها على الأطفال الصغار لذا يحذر وجوده في النرويج باير بايل يربى في جنوب أفريقيا لأغراض حراسة المنازل والمزارع ويشبه كالبنابولي في مظهره استخدم في جنوب أفريقيا لحراسة الألغام يتميز بضخمته ومعروف عنه ولائه الشديد واهتمامه بحماية أسرته وهو محظور في الدنمارك دوغو أرجنتينو ولدت هذه السلالة للمرة الأولى في الأرجنتين عام 1928 تربى لأغراض الصيد وليس لأي أغراض عدوانية وعلى الرغم من ذلك فإنه محظور تربيته في عشر بلدان على الأقل بما فيهم المملكة المتحدة بموجب قانون الكلاب الخطيرة لعام 1991 وكذلك في استراليا ونيوزيلاندا والبرتغال بيرو دي بريسا كاناريو هو كلب القتال الضخم ذو الأصول الإسبانية وقد ربي في الأصل لأغراض العمل ويحتاج لتدريبات على التعامل مع البشر كغيره من السلالات المشابهة نظرا لشراسته وميله لمهاجمة الكلاب الأخرى وكل من يشتبه به من البشر وهو محظور في استراليا ونيوزيلاندا تربى هذه الفصيلة في البرازيل وقد كان يستخدم في الأصل لصيد الخنازير البرية وتعقب العبيد الهاربين حيث لديه قدرة عالية على التتبع والمراقبة يتميز بضخامته وشراسته التي لا يمكن السيطرة عليهما لذلك تحذر العديد من الدول تربيته واستيراده يأتي في مقدمة قائمة الفصائل يتميز بضخامته الشديدة ويتراوح وزنهما بين 65 إلى 100 كيلو جرام ويتراوح طولهما بين 60 إلى 80 سنتيمترا ويعتبر كلب قتال من الطراز الأول وهو مزيج من الكلاب اليابانية الأصلية القتالية وسلالات غربية مختلفة سنف ضمن قائمة أخطر الكلاب في العالم وهناك بعض الدول تمنع امتلاكه أو استيرادة مثل الدنمارك والنرويج وملطة بيتبال من أشرس فصائل الكلاب على الإطلاق وأخطرها تربى في الأساس بغراض صيد الثيران والخنازير البرية ويتميز بقوة كبيرة وشراسة تجعل باقي الكلاب تخافة وقد استخدم في نزالات الكلاب بعد تهجينه إذ أنه قوي وعنيد ويتحمل القتال لساعة طويلة ولكن سوء تربيته وتدريبه هما المسؤولان عن هجماته على البشر ويحضر تربيته في العديد من المناطق كفلوريدا وكندا للمزيد من هذه الفيديوهات اشترك الآن بقناة المجلة وانضم لأكثر من مليون مشترك وانطلق معنا في عالم من متعة الثقافة والترفيه اشتركوا في القناة